فتقريرنا اللي صدر من قسم التنبؤ الجو يوم الأحد كان يشير إلى تعرض البلاد لارتفاع درجات الحرارة حيث تصل إلى 51 درجة مئوية يعني اليوم احنا سجلنا تقريبا 5 أو 6 محافظات عندنا اليوم البصرة والناصرية وكربلا والنجف والسماوة سجلوا 50 درجة مئوية وعندنا محافظة ميسان سجلت 51 درجة مئوية هذا اليوم والعاصمة بغداد سجلت 49 درجة مئوية يعني أغلب المناطق اللي تأثرت بهذا الموضوع هي تقريبا أكثر مناطقنا الجنوبية والبعض من المناطق الوسط بالدرجة 50 درجة مئوية وإن شاء الله تقريرنا كان يشير بأن تقريبا نهاية هذا الأسبوع أعتقد نهاية الجمعة والسبت بداية يوم السبت راح ينخفض أو يتعمقل تأثير المنخفض الموسمي الحراري فترجع درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة ولكن نحن بصورة عامة ستة العزيزة نحن نعتبر ارتفاع درجات الحرارة حاليا مشابه إلى المد والجزر يعني راح يكون عندنا انخفاضة إذا الله سهل يوم السبت ومن ثم يعود وراء فترة أيضا يكون هناك ارتفاع لأن هذه المرحلة مرحلة تعمق المنخفضات أو بداية المنخفضات الجوية هي دائما ما تبدأ في شهر حزيران إلى نهاية الشهر الثامن أو الربع من شهر أيلو نحن العام الماضي العام الماضي تقريبا نقول بدأت متأخرة يعني بدأت في شهر تموز ما بدأت في شهر حزيران ولكن في شهر تموز العام في الأسبوع الأول من شهر تموز سجل العراق بيوم ماحد أعلى درجة حرارة مناخية بالعالم وخلال الواحد وعشرين يوم من شهر تموز سجل العراق عالميا 14 محافظة عراقية سجل أعلى درجة حرارة مناخية بالعالم حيث وصلت درجات الحرارة إلى 52 درجة مئوية طيب سيد الجابري يعني أفوني هذا ارتفاع درجات الحرارة العراق دائما يشهد خلال شهر تموز ارتفاع في درجات الحرارة لكن اليوم يشكل خطر كبير بالنسبة إلى ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى درجة الغليان ما هو السبب بالضبط؟ ستة أولا هي السبب التغيرات المناخية هذا واحد من الأسباب الرئيسية السبب الثاني احنا مع الأسف بعض المقومات يعني مدى نعمل عليها يعني مؤتمراتنا اللي نشارك بيها في المؤتمرات العالمية من مؤتمر باريس عام 2015 ولحد هذه المؤتمرات ورغم توجيهات دولة رئيس الوزراء لبعض المؤسسات المعنية أولا نحن لحد الآن الطاقة البديلة والطاقة المستدامة ماذا نعمل عليها؟ توقف جرف الأراضي الزراعية بعدنا مستمرين بجرف الأراضي الزراعية قلة المسطحات المائية احنا عندنا العشوائيات عندنا انبعاثات الغازية المولدات كثرة السيارات عدم التخطيط الصحيح يعني إذا العراقي يستوعب لنقول فد مليونين السيارة إذا تبعوا عن الشارع تلقى أربع ملايين هالنبعاثات وين راح تروح؟ خاصة المولدات وين مولدات احتراق المولدات ديسال آبار النفط الموجودة في مناطقنا الجنوبية هذه كلها مؤثرات احنا الغطاء ما عدنا حزام أخضر ولا غطاء نباتي أعتقد أسا في بعض المحافظات اللي صارت يمكن أعتقد في السماوة اشتغل يمكن أعتقد بجهود الحجد الشاعبي يمكن أعتقد شارك السماوة واللي عندنا بكربلة بعض الشاركوا بيها العتبة العباسية والعتبة الحسينية فهذا يعني ذني المقاومات يعني ذني ساعدة لا يقول لك تنهي درجة لا وإنما كعامل مساعد لتقليل درجة الحرارة احنا دائما ما دائما ما نتأثر بالتغيرات المناخية هذا عالميا داعش يعني احنا من وصلنا لمرحلة الترتيب الخامس من عشر دول اذا اكو بعض الأمور اللي احنا مدى نعمل عليها ولا ليش احنا نوصل هيتش مرحلة احنا الحمد لله والشغل داريد نعمل على الطاقة البديلة وليش منعمل على الطاقة البديلة لماذا ذات تأخر اذا سيد الجابري هناك هذه المؤتمرات من مؤتمر باريس عام 2015 الى احد هذا اليوم ليس هناك حزام اخضر بالنسبة الى المناطق وبغداد والمحافظات هناك قلة وشح مياه لماذا هذا التأخر هذا اعتقد انا كله قلة متابعة وما كان ذاك الاهتمام احنا دائما في الانواع الجوية كجهة علمية كجهة تحذيرية دائما نطي تقاريرنا الاستباقية والتحذير للجهات المعنية اول مرة نطيها الهرم الدولة عندما زارنا موثل الامم المتحدة في العام الماضي لحقوق الانسان يعني استغرب قال العراقي يعني واجهة الغليان ليش احنا نوصل لواجهة الغليان لان يقول انا استنشق الهواء استنشقت الهواء الملوث اضافة كانت درجة الحرارة 52 بالبصرة يعني اذا اكو ضعف ببعض الامور احنا صار ممكن ناشد اكثر من سنوات يعني على ضول تقرير اشهاد دولة رئيس الوزراء ووجه الجهات المعنية لان انا اخطر ملفات عندنا ملف التصحر وملف الامطار لان من اخطر الملفات احتمال احنا مثل ملف الامطار صار التوقع الاخير اعتقد بين دولة رئيس الوزراء والرئيس التركي احنا المفروض هسا نعمل على هذا لليش احنا كل سنة كل سنة احنا نفس المعاناة ارتفاع درجات الحرارة انقطاع الكهرباء يعني نفس المعاناة للمواطن العراقي فاحنا سكت جهة علمية انا جهة علمية صارنا احنا نقط المعلومات نقط التحذيرات اضافة الى ذلك صارنا ناشد يعني حقيقة لان نشوف احنا الوضعية من خلال قراءتنا حالة التقص من خلال خراءتنا التقصية من خلال المعايير اذا نعمل بها مع المنظمة العالمية اذا نباو هسا ليش احنا بالحيئة العام من الانواع الجوية ستة العزيزة بتوجيهه السيد الوزير والدكتور سلمان بهاد المدير عام الانواع الجوية شكلت عندنا فرق فرق قبل فرقة خاصة بالعواصف الغبارية اللي وصلت يمكن الدراستها 80 بالمئة بقارنة مناطقنا يعني قارنة من 93 الى 2023 بين منطقة الناصرية والسماوة الناصرية صارت بها 277 عاصفة تكرارية السماوة 255 مقارنة خانقين هسا نعمل على تجربة اخرى تجربة اخرى بين محافظة الانبار وباقي المناطق حتى نطلع بدراسة نحن حتى نطلع بدراسة نسلمها للجهات المعنية ثانيا اضافة نعمل على الموديلات العددية تطيج التنبؤات العددية اللي خاصة بقسم التنبؤ الجوي تطيج القراءات المستقبلية الموديلات نعمل وفق المنظمة العالمية مع المراكز الاوروبي والمركز الاوروبي والامريكي والالماني حتى يكون هذا موديل خاص بنا نحن نعطي قراءاتنا فلذلك كده نتحرك يعني هواي شغلات عندنا نتحركنا هسا على الكود الزلزالي الكود الزلزالي أيضا بالانواع الجوية شكلنا الفريق وقسم صالة 3 شهر أيضا متابعة سيد الوزير والدكتور البهاد المدير العام على الكود الزلزالي هذا الكود الزلزالي وسوينا خراط يعني صممنا خراط ودزيناها الوزارة التخطيط بخصوص الكود الزلزالي هذا الكود يساعدش على البناء الحديث يعني أكثر بناياتنا أكثر بناياتنا ما بيها كود الزلزالي هذا المجمعة السكنية ما بيها كود الزلزالي المفروض إذا صار كود الزلزالي سمند الزينا حتى توافق عليه وزارة التخطيط على ما يتعمم على جميع مؤسسات الدولة لأنه نحن يكون هواي شغلات عشوائية المفروض إحنا هسا لازم نعيد النظر حساباتنا كلها